تفق الأردن والولايات المتحدة وروسيا على تأسيس منطقة خفض التصعيد المؤقتة في جنوب سوريا وقد وقع ممثل الدول الثلاثة على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في عمانة اليوم وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة فيها وشدد على أن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاثة في السابع من شهر تموز الماضي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غربي سوريا وكان العمل بدأ به في التاسع من الشهر ذاته